تينا إدريس من قازخستان يقول هل على عروض التجارة زكاة نقود نعم عروض التجارة عليها زكاة وفي كل عام هذه العروض التجارية تقوم بحسب قيمتها السوقية يعني كم تسوى هذه العروض التجارية عفوا كم تسوى هذه العروض التجارية من أي باب من أبواب التجارة سواء كانت أقمشة أو أدوات كهربائية أو أدوات بناء لا بد من أن نقدر قيمتها في آخر كل عام ثم نخرج منها اثنين ونصف في المئة والإسلام يا أخي إدريس حكيم رحيم لما رأينا في الزروع التي تسقى بماء المطر شعل الله عز وجل زكاة عشرة في المئة ليه؟ لأنه ليس هناك مجهود إلا أن تعرث الأرض وتضع البذر وينتهي ثم الله يأتي بالمطر من السماء فيسقيها إلى أن تصبح ثمارا صالحا النوع الثاني هي الزروع التي نسقيها بالجهد بالمكنا بالكذا قديما كانوا بالدواب والإبل والحمير والبغال والبقر يستقون الماء الآن بالآلات هذه زكاتها نصف العشرة يعني خمسة في المئة التجارة زكاتها اثنين نصف في المئة لأن التاجر يبذل جهدا كبيرا في متابعة تجارته وتنميتها فيها أسفار فيها صفقات تجارية فيها مجهودات فهي اثنين ونصف في المئة بعد أن تقوم بقيمتها السوقية ويخرج منها اثنين ونصف في المئة يعطيها للفقراء في نفس البلد لأنهم الذين يشاهدون هذه التجارة ترجمة نانسي قنقر